الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول لنا في هذا الحديث هذا الحديث دبالي ستسمعوا المواصفات العيالات التي سيدخلوا للجنة يارب تكونوا منهم كاملين هل أعطيكم المواصفات إلا فيكم ذلك المواصفات شدوا فيهم ما تلقوا منهم لا يسورد الجنة عندكم إلا ما عندكم شاد المواصفات حاولوا تقلبوا عليهم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قال صلى الله عليه وسلم الودود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت تأخذ بيد زوجها تقول والله لا أذرف أو لا أذوق غنضا حتى ترضى شوف هذه المواصفات دي المرأة التي بشرها رسول الله سلم بالجنة قال الودود المرأة تحبب للرجل دي لها تدير جيدها باش رجلها يبغيها شي ما عندي السوق ليحييه شغان دير بايه آه وصافي التنتيج بوركابي الأخر المسخ الأخر المعفو الأخر جلوف كادا لا الرجل كلا فيه شي عيب حاولي أنت تنصحيه عنده شي نقص حاوليه بطريقة إيجابية علمية الودود بغاية الرجلها يبغيها كتتحبب للرجل دي لها بالأخلاق دي لها تستعمل الماكياج وتستعمل لك حل كتتقد كتنقى كتصوب درها كتحاول ما أمكن ترضي ذك الزوج هذا من الحق دي له أما الحق وقتها كنت يرادرناها اليوم في الدرس آخر باش ما يقول ليش عدتني شي واحد آخر يا وراء كترتي حيث فاش كناك نهضره على العيالات نهضر رجل تيغوته وأنت تصرتي عندنا العيالات نحن أنا ماشي بنا نهضره عليك نحن بنا نهضره عليك نحن بنا نهضره عليك الحق دي لك باش تعرفه ونهضره لو يجيبات لعديك باش تديرهم هذا شرع الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأة الودود عندها الهم باش الرجل هاي فرح كتدير جدا باش الرجل هاي بغيها تتحببوا إليه تتوددوا إليه تجيب ليه واحد لهدية تجليه شي شي هيوات تفرحوا بشي خبار زوينين تدير لي شي مفاجأة تقول لي أنا مش عند والدين لك نزورها المرأة بغات الرجل هاي بغيها كتدير جدا هذه المرأة صالحة مش يجو حدا ما عندها سوق الرجل يتقلق ولا يطلع ولا ينزل ما عندها شوق تزحويجات مش تخرج وتخليه ها تهجروا بالشهور شهر شهرين ما توصليش قاع مش يتنعزب وعدا